28 مليون راكب متوقع عبورهم هذا العام عبر مطار دبي دولي بنمو قدره 8% وذلك بتزامن مع عودة الطلب على السفرة الأمر الذي أدى إلى اتخاذ القرار بعادة فتح المبنى وحد في مطار دبي الدولي يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من يوليو وذلك بعد 15 شهرا من إغلاقه بسبب جائحة كورونا حيث تبلغ طاقة السنوية للمبنى 18 مليون مسافر ويمكن للمطار ككل استقبال ما يصل إلى 100 مليون مسافر سنويا